يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توزيع المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بكافة محافظة الجمهورية وفي هذا الإطار شهدت محافظة الشرقية قيام جمعية رسالة بتوزيع 1200 شنطة على الأسر الأكثر احتياجا تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قامت جمعية رسالة أحد أعضاء التحالف بتوزيع 1200 شنطة غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الشرقية جعيت رسالة عضو مهم جداً في التحفل الوطني وهي النهاردة بتوزع 1200 شنطة على ضواحي الشرقية كلها منهم العشن من رمضان وأبو البير وكذا قريب مكونات بقى الشنطة بتكون عبارة عن حاجات أساسية في أي بيت مصري زي الرز والسكر والمكارونة العتس أعضاء التحالف الوطني قاموا بتوزيع المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بعد فحص احتياجاتها خلال شهر رمضان الكريم وذلك تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية النهاردة في توزيع 400 شنطة غذائية فيه 3 معارض ملابس لـ 300 أسرة فيه سوق خيري بيتم بيع فيه الخضروات والفركة بأسعار مخفضة الأسر دي احنا بنعملها استكشافة يعني احنا قبل ما بننزل نوزع الشنط بيبقى فيه استكشاف الأول لبيوت الأسر دي وحالتها من ناحية كل حاجة يعني بقى فيه زي بنوت تقيم كده بنقيم عليها الأسرة دي عمل مستمر لأعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في إطار حرصها على موصلة مسيرتها الخيرية على قدم وصاق وذلك لخدمة الأسر الأكثر احتياجاً بجميع المحافظات والقرى والنجوع جرمين إبراهيم التلفزيون المصري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر